كان يا مكان كان هناك بيت صغير في مكان جميل يعيش فيه جاك وأمه وبقرة تغطيه من لبن ليس لديهم أي نقود لشراء الطعام لهم أو طعام للبقرة فقررت الأم بيع البقرة لشراء الطعام وقالت لجاك يا جاك خذ البقرة واذهب إلى السوق وقم ببيعها بثمن كبير فنحن ليس لدينا عندنا نقود لشراء الطعام أو شراء احتياجاتنا حاضر يا أم سوف أخذ البقرة إلى السوق وأبيعها لمن يدفع ثمنا كبير خرج جاك من المنزل ومعه البقرة ومشى إلى السوق لكي يبيعها بينما هو يسير في الطريق ومعه البقرة قابل رجل أوقفه الرجل وسأله إلى أين تذهب أيها الصغير ومعك هذه البقرة؟ أذهب إلى السوق لأبيع هذه البقرة سوف أخذ هذه البقرة وأعقد معك صفقة وما هي هذه الصفقة؟ فكم سوف تعطيني من النقود؟ أنا لن أعطيك نقوداً بل أعطيك خمس حبات سحرية وماذا سوف أفعل بهذه الحبات السحرية؟ عندما تزرعها في المسيء سوف تنبت في الصباح أخذ لجاك الحبات السحرية وأعطاه البقرة ورجع إلى البيت ليخبر أمه بما حدث أمي أمي انظري إلى هذه الحبات السحرية قد استبدلتها بالبقرة ماذا؟ استبدلت البقرة بهذه الحبات؟ نعم يا أمي إنها ليست حبات عادية إنها حبات سحرية كيف فعلت هذا؟ أنت تعلم أننا بعن البقرة من أجل النقود؟ ذهب جاك إلى غرفته وكان حزيناً وأخذ يفكر فيما فعله وأنه استبدل البقرة بهذه الحبات ذهب جاك إلى النافزة ورمى الحبات السحرية منها وظل يبكي حتى غلبه النوم وفي الصباح استيقظ جاك وذهب إلى النافزة ونظر منها فوجد مفاجأة الحبات السحرية أصبحت نبتة عملاقة كيف نبتت هذه من المساء إلى الصباح؟ كيف أصبحت عملاقة هكذا؟ نزل جاك إلى الحديقة وأخذ ينظر إلى النبتة وهو من دهج كيف أصبحت هذه الحبات السحرية نبتة عملاقة هكذا؟ ثم صعد على النبتة وأخذ يصعد ويصعد حتى وصل إلى السحاب وجد فوق السحاب قصر كبير وجميل قصر مسحور أخذ جاك يفكر وتردد في أن يدخل القصر دخل جاك القصر وجد عملاقا نائما على كرسيه إنه عملاق كبير وما هذا القصر الجميل؟ كان جاك جائعا أخذ يبحث عن طعام ما هذا القصر الجميل؟ وما هذا العملاق؟ دخل جاك المطبخ وجد طعاما كثيرا هم جاك أن يأكل سمع جاك صوت العملاق لقد استيقظ وجاء إلى المطبخ اختبأ جاك حتى لا يراه العملاق خاف جاك كثيرا وأخذ يكتم أنفاسا وقف العملاق ثم أخرج نقودا ذهبية ووضعها على المندضة وخرج من المطبخ ما هذا؟ إنها نقودا ذهبية سوف أخذها لأمي سوف تفرح بها خرج العملاق وجلس على الكرسي ثم نام أخذ جاك النقود الذهبية وأخذ يتسلل ببطء حتى لا يحدس دجيجا ويستيقظ العملاق ويرى معه النقود خرج جاك من القصر ومعه النقود الذهبية ونزل من على النبتة السحرية أخذ ينزل وينزل حتى وصل إلى الأرض أخذ جاك النقود ودخل إلى البيت دخل جاك المنزل وهو سعيد بالنقود الذهبية وأخذ يحكي لأمه ماذا حدث وعن النبتة السحرية العملاقة والقصر الذي في السماء والعملاق وكل شيء في القصر أمي أمي خذ هذه النقود الذهبية فرحت الأم بالنقود الذهبية وبعد أيام تحسنت أحوال جاك وأمه وأنفقوا كل النقود الذهبية حتى نفذت تماما فكر جاك ماذا يفعل هل يصعد إلى القصر مرة أخرى ذهب جاك إلى النبتة السحرية أخذ يصعد عليها ويصعد حتى وصل إلى السحاب وجد القصر السحري وقف جاك أمام القصر ثم دخل القصر دخل جاك إلى القصر وجد العملاق نائما استيقظ العملاق عندما شعر بوجود جاك أخذ يبحث عنه في كل مكان اختبأ جاك حتى لا يراه العملاق دخل العملاق ومعه دجاجة وضعها وقال لها عندما قال العملاق للدجاجة ضعي بيضة من ذهب وضعت بيضة من ذهب ورأى جاك ما حدث سوف أخذها وأغطيها لأمي أخذ جاك الدجاجة وخرج من القصر ونزل من على النبتة السحرية أخذ ينزل وينزل حتى وصل إلى الأرض أخذ الدجاجة ودخل بها إلى المنزل أمي لقد وجدت هذه الدجاجة إنها تبيض بيضة من ذهب انظري يا أمي ضعي بيضة من ذهب الآن وضعت الدجاجة بيضة من ذهب شعرت الأم بالسعادة فرحت كثيرا بالدجاجة التي تبيض بيضة من ذهب فكر جاك أن يصعد للمرة الثالثة إلى قصر العمراق السحري صعد على النبتة وأخذ يصعد ويصعد حتى وصل إلى السحاب وجد القصر السحري دخل إلى قصر العمراق أخذ العملاق يبحث عن جاك هنا وهناك أخذ يبحث عنه في كل مكان ثم جلس على الكرسي وأخذت الآلة الموسيقية تعزف الألحان للعملاق أخذت تعزف وتعزف إلى أن غلبه النعاس ونام جاهد جاك العملاق نائما فاطمئا ودخل جاك وأخذ الآلة الموسيقية ونزل من سلالم القصر أخذت الآلة تصرخ وتنادي يا سيدي هذا الولد يصرقني يا سيدي استيقظ العملاق على صوت الآلة الموسيقية وهي تنادي عليه نزل العملاق من سلالم القصر وجرى نحو جاك حتى يأخذ الآلة ويمسك جاك أخذ العملاق يجري وراء جاك خرج جاك من القصر وهو خائف ونزل مسرعا من على النبتة أخذ ينزل وينزل ويمسك بالآلة الموسيقية وراء وراءه العملاق ينزل من على النبتة أخذ فأسا وقطع النبتة فوقع العملاق أخذ جاك الآلة الموسيقية وذهب هو أمه إلى المنزل يا جاك أنت كنت تسرق الأشياء من العملاق وهذا شيء غير مقبول لا نأخذ أشياء الآخرين أعتذر يا أمي لن أفعل هذا مجدد